الآن حقيقة يعني إذا هؤلاء الجرحى الاثنين الآن وإحنا نستبق الأمور باللي صار في قاعدة بلد الجوية إذا كانوا جرحى من شركة سالي بورت الأمريكية لصيانة ال F-16 هل تعتقد بأن البنتاجون ممكن يتخذ قرار هنا ويصادق عليه بايدن وينجبر على أن يسوي شيء كون أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة تعتقد ممكن يوصلون أنهي قرار؟ البنتاجون الآن ليس هو الحاسب في الموضوع البنتاجون أبلغ رئيس الجمهورية الأمريكي الانسحاب من أفغانستان كارثة أبلغه ولكن بايدن أصر على موقفه واستمر به الآن ويقول له ما أعطيتكم أخذته 30 سنة وما حققته اللي تريدوه مزيد من الوقت لا يخدم فقط أرواح أمريكان تقتل وهذه حجة قد يقبلها كثير من الشارع الأمريكي بقدر ما هناك من ينتقده أما على الصعيد العراقي كما تفضلت أنت هذه الورطة الأمريكية هنا كيف يتعاملوا معها؟ وهذه الورطة ليس أمريكية فقط وإنما كذلك أوروبية أن الولايات المتحدة في الوقت الذي تواجه النفوذ الإيراني تجد نفسها تجعل من صراحة مع الصين ومع روسيا هو الأولوية طرد الدبلوماسيين هنا وهناك الأوكرانيا الآن الشيك كل هذه تجعل الانتباه الأمريكي مركز على أولويات غير أولويات العراق أو الشرق الأوسط هذه مما يزيد من فرص التغول الإيراني والشعور بالنصر في المنطقة وهنا أرجو أن أكون واضح جدا لا تجعل الموضوع أنه هو شيعة وسنة والكلام هذه مجرد أغطية لطموح قومي لا أكثر ولا أقل الطموح القومي انعكس في الصين لما تبنت فلسفة ماوية لمواجهة النفوذ الروسي وقالوا نحن نمثل الوجه الماكس الصحيح ويحتاجون وهذا بالمناسبة حتى كارماكس اعتمد وصف اسمه الوعي الواهم هذا الوعي الواهم أن يقنعوا العراقيين بأن هذه معركة العرب ضد الأمريكان هذه معركة العرب ضد اليهود هذه معركة الشيعة ضد الآخرين هذه كلها أغطية في هدف حقيقي هيمنة إيرانية ترجمة نانسي قنقر